استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول جهود توفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا وذلك خلال شهر مايو الماضي وخلال استعرض التقرير تم تأكيد استمرار التنصيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج كورونا كما تمت الإشارة إلى أن الكميات التي تم ضخها بالسوق المحلي من قبل مختلف الشركات خلال شهر مايو الماضي كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي